طالبت منظمات ومراكز حقوقية مصرية ودولية عدة نظام المصري بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في المرحلة السياسية الراهنة المضطربة وتعطيل عقوبة الإعدام في مصر في هذه الظروف غير الطبيعية وأكدت المنظمات الحقوقية ضرورة تنفيذ توصيات قبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام الصادرة والتي تقرر أن المحاكمات التي صدرت بها أحكام الإعدام تفتقر لمعايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة من ناحية أخرى دشنا حقوقيون ومدونون حملة حقوقية وإلكترونية للإفراج عن عول القرضاوي وزوجها كذلك التضامن مع الصحفي شام جعفر احتجاجا على ظروف حبسه 849 حكما بالإعدام أصدرها القضاء المصري خلال الأعوام الأربعة الماضية رقم يعده هؤلاء الحقوقيون مفزعا ويستدعي المطالبة بتعليق أحكام الإعدام في مصر خلال الفترة الحالية فالمنظمات المجتمع واستجابة لتوصيات المجتمع الدولي تطالب النظام المصري أولا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في تلك المرحلة السياسية المضطربة ثانيا تنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام الصادرة والتي تقرر جميعها أن المحاكمات التي صدرت بها أحكام الإعدام تفتقد لمعايير المعاكمات العادلة أحكام الإعدام صدرت حسب هذه المنظمات في ظل ظروف محاكمة غير اعتيادية وفي ظل انتهاك لكافة حقوق المتهمين فضلا عن أحكام صدرت من محاكم عسكرية بحق مدنيين لدينا 109 مادة في القوانين المصرية تنص على عقوبة الإعدام 109 مادة تنص على عقوبة الإعدام في جرائم 90% منها جرائم فتفاضة لا تصلح أن تكون معيارا واحدا للحكم على الناس بشكل صريح وقاطع المواد غير قطعية فكرة أن من يهدد السلم والأمن الدوليين ومن يهدد السلم الاجتماعي يتزامن تجمع هؤلاء الحقوقيين مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتدوين بشأن مظلمة أخرى تشهدها سجون النظام المصري وهي حال الصحفي هشام جعفر والذي قارب على إتمام عامين داخل سجنه زوجة جعفر حذرت من أن زوجها مهدد بالعماه ولم يعد يرى بشكل جيد نتيجة إهمال علاجه الطبي داخل السجن مضيفة أنه يعاني من مشاكل بالكلا قد تصل إلى حد الفشل الكلوي حملة أخرى يشهدها الفضاء الإلكتروني تنادي بالإفراج عن علا القرضاوي وزوجها حسام خلف والذين تم اعتقالهما خلال قضاء إجازة بالساحل الشمالي نهاية الشهر الماضي ليحبس الزوجان لأن علا هي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي ولذا يتهم الزوجان بالانتماء لجماعة محظورة وتودع هي بالحبس الانفرادي حملات تكشف في المقام الأول عن حال العدالة في مصر وتعزز مطالب المنظمات الحقوقية التي تتشكك في نزهة إجراءات التقاضي التي تنتهي بأحكام جماعية بالإعدام على معارض النظام الحديثي حول إفراط النظام المصري في إصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعارضين أرحب بضيفي في الستوديو الكاتب الصحفي السيد نزار قنديل أستاذ نزار أرحب بك أهلا بك كما رأيت في التقرير الذي قدمه زملانا يبدو أنه في مصر هناك ثلاث حملات الآن متوازية الحملة الأولى حول أحكام الإعدام يعني الرقم الذي جاء 8149 هذا الرقم الذي هو معظم الأحكام لكن هناك من نفذ بحقهم إعدام وهناك ستة أخرين ينتظروا الحكم الإعدام وهناك محكمة عسكرية في مصر أصدرت حكما بالإعدام بالإضافة إلى مظالم أخرى خاصة بالصحفيين وشام جعفر مظلمة جديدة مظلمة علا القرضاوي المواطنة القطرية المتزوجة من حسام خلف المصري والتي تم التجديد لهم أمس إلى 15 يوما كيف ترى هذه الحملات وكيف ترى العدالة في مصر العدالة في مصر يعني تترجمها ويترجم حلها عشرات التقارير من المنظمات الدولية والمنظمات العربية والمنظمات المحلية ويترجمها أيضا أن هناك طيارا الآن ربما هو يخفض صوته لكنه كان يسمى سابقا طيار استقلال القضاء يقول أن حال العدالة في مصر ليس بخير الواقع يقول ما هو أكثر من ذلك الواقع يقول أن هناك أحكاما بالإعدام نفذت ثم قضت المحاكم المصرية نفسها بأن هؤلاء لم يكنوا يستحقوا الإعدام كما حصل في عرب شركز إذن هناك وقائع ثابتة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حال العدالة في مصر هو حال مائل ميزان العدالة مائل مائل ناحية للأسف الشديد ناحية الظلم ناحية التعسف ناحية أشياء كثيرة جدا ناهيك عن أن هناك أحكاما غير مكتوبة تنفذ بالإعدام عن طريق التصفيات الجسدية عن طريق القتل المباشر بالرصاص وعن طريق أشياء كثيرة أخرى من الإهمال الطبي الذي يفضي إلى الموت في السجون والمعتقلات تنفذ هذه الأحكام وهناك مئات لم يكن عشرات المئات من الحالات التي قدت سواء بالتصفيات الجسدية أو بالموت نتيجة الإهمال الطبي في السجون وكلها بالمناسبة جرائم يعاقب عليها القانون حتى المصري وجرائم يعاقب عليها أي قانون دولي وأنتم عرضتم وتفضلتم بالعرض في التقرير الذي افتتحت به الفقرة الحديث المتتالي والمتواتر من المنظمات الأفريقية والمنظمات الأوروبية يعني النهاردة عدة منظمات دولية أو عدة منظمات حقوقية السلسة عدالة مركز الشهاب المنظمة السويسية للحقوق الإنسان المنظمة العربية نجدة لحقوق الإنسان ضحايا لحقوق الإنسان الندوة المرصد العربي هذه المنظمات وأيضا خبراء الأمم المتحدة يطالبون بوقف أحكام الإعدام لأن هذه الفترة وصفوها أنه لم تتوفر ضمانات كافية للمتهمين هل ستنجح هذه المنظمات في إثناء النظام المصري عن إعدام هؤلاء؟ أنا أظن أن المزيد من الضغط الدولي والمزيد من الضغط حتى المحلي على ما يعانيه من حصار ومن كذا ومن كذا قد يفضي على الأقل إلى إيقاف تنفيذ الأحكام يعني الناس تطالب الآن بإيقاف تنفيذ الأحكام من المفارقات الغريبة جدا أن هذا الإيقاف يتم بحق مدانين جنائيين صدرت ضدهم أحكام وأيدت في الدرجة الثانية وأيدت من محكمة النقد ويستمرون مثلا إلى سنوات إلى عشر سنوات بعضهم بعض الحالات تستمر إلى خمستاشر سنة دون أن ينفس حكم الإعدام وهذا هو الأصل الأصل هو القاعدة التي تقول أن تخطئ في العفو ألف مرة خير من أن تخطئ في الظلم وتزيق رؤية السنوات وفي العقاب مرة واحدة فهذه هي قاعدة نحن نأمل أن يكون على الأقل إيقاف إيقاف للأحكام حتى إيقاف لتنفيذ الأحكام حتى تسترد هذه الدولة صفة الدولة لأنها تتضحرج للأسف الشديد وتتضاور من أشباه الدولة كما يصف عبد الفتاح السيسي إلى أن لا دولة لأن هناك قرارا عجيبا جدا ومد في القانون عدلت الآن ستكون هناك محاكمات من درجة واحدة لا استئنافة فيها ولا نقط فلك أن تتخيل أن تحال قضية من هذه القضايا التي تسمع أن فيها متهمين بالمئات كما حدث في القضية الأخيرة وفي المينيا كان في 25 أو 20 حتى في القضايا الجديدة لأنها أحيلت إلى محكمة عسكرية هذه هي الخطورة التي قيل أن هناك محاولة لاغتيال عبد الفتاح السيسي وزج فيها بأكثر من 200 متهم سيكون الحكم فيها من درجة واحدة فإذا حكم بالإعدام وهذا متوقع في ظل ما نراه سينفذ هذا الحكم لك أن تتخيل أنه ستزهق أرواح مئات من البشر فقط لأن هذا النظام لديه شره عجيب جدا ومرضي للدم هذا سؤالي أستاذ سارقنديل سؤالي أنت تتحدث عن النظام المصري حتى في محاكم درجة أولى صدرت أرقام كبيرة بالأدام ثم جاءت أحكمة النقضة وقللت الأعداد لكن كيف يمكن أن تفسر سياسيا رغبة هذا النظام في هذه الأرقام الكبيرة من الإعدامات؟ هذا النظام دائما يحاول أن يوجه رسائل لرافضي لرافض الإنقلاب ولمعارضي أنه نظام حاسم وأنك قد تدفع حياتك ثمنا إذا قلت لهذا النظام لا إذا قلت له أنت نظام فاشل حتى هو يلوح دائما بهذه المسألة العجيب جدا والغريب جدا أنه لم يتطعذ أبدا من أن هؤلاء لديهم استعداد أن يضحوا بأرواحهم بالفعل في سبيل حريتهم وكرامتهم وفي سبيل أن يعيشوا عيشا كريما هو يتحدث ليلة نهار عن المصريين الذين في عيونه ولا أنا لا أعرف عن أي إنسان طبيعي يصف بشر بأنهم نر عيونه ثم يقتل منهم الماءة أو الألاف أرجو أن تبقى معي أستاذ نزار قنديل نضم إلي عبر سكايب من إسطنبول المحامي خلف بيومي مدير مركز الشاب لحقوق الإنسان أستاذ خلف بيومي أرحب بك هذه المطالبات بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر لعدد كبير تنتظر هؤلاء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام كيف ترى وأنتم أحد هذه المراكز كيف رأيتم التعاطي مع هذه الحملة بسم الله الرحمن الرحيم التعاطي مع هذه الحملة كان واضحا بالنسبة للمؤسسات الغير رسمية الدولية وكان واضحا من قبل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان سواء اللجنة الأفريقية أو خبراء الأمم المتحدة أو مقرر الخواص كذلك كان واضحا تجاوب غير عادي من عدد كبير من المؤسسات الحقية على المستوى العالم الآن العالم كله هيومن رايدز العفو ومقرر الخواص خبراء الأمم المتحدة يعلمون تماما أن هذه الأحكام أحكام صدرت من محاكمات استثنائية لم تتغفر فيها ضمانات المحاكمات العادلة فهناك تجاوب غير عادي مع هذه الحملة لأن كما سمعت الآن من ضيفك الإعدام الاعتداء على الحق في الحياة من أسوأ العقوبات التي يمكن أن توقع على إنسان وهو يعتبر الحق في الحياة يعتبر عمادة الحقوق الأساسية الأخرى فإنك الحق في الأمن والحق في الأمان والحق في المحاكمة العادلة والحق في عدم التعذيب وكل هذه الحقوق تتلاشى تماما إذا ما تم الاعتداء على الحق في الحياة لذلك فنحن نطلق حملتنا ضد الإعدام من أجل أولا أن هذه الحملة الغرض منها التأكيد أن هناك 13 مواطن يعني هناك النظام يرغب في تنفيذ أحكام الإعدام عليهم لم يتم السماح لهم بمحاكمات عادلة نحن لسنا ضد أن يحاكم أي شخص ولسنا ضد أن يوجه التهم لأي شخص ولكن في نفس الوقت ضد أن تصدر أحكام من محاكم استثنائية هذا أمر بالنسبة لنا بديهي أستاذ خلت يعني عدر على المقاطعة يعني أنت تتحدث وتقول أنتم في مركز شعب وأيضا المنظمات الحقوقية التي دشنت هذه الحملة وطلبت قلت أن هناك تجاوب من بعض المنظمات الدولية ومن خبراء المتحدة لكن هل تعتقد أن النظام المصري الذي يصف منظمات حقوق الإنسان يصفها بين قوسين بدكاكين حقوق الإنسان يعني هل تعتقد أن النظام المصري الذي أعدم من برأته المحكمة اللي هم في عرب شركة هل تعتقد أنه سيستجيب لهذه المطالبات وسينظر في هذه المطالبات بالطبع النظام المصري لم يجد ضغطا يعني النوع من أنواع الضغوط تمارس عليه من الخارج بالطبع سيصير في تنفيذ هذه الأحكام بصورة أقسى من ذلك يعني خلال ما يقرب من 96 ساعة النظام المصري يقتل 142 مواطن يعني خلال عمليات تصفية جسدية وقتل خارج منطق القانون فالقتل خارج منطق القانون سياسة ممنهجة يتبع النظام وكما نقول دائما من لم يمت بالتصفية الجسدية ما لم يمت بالإهمال الطب داخل مقر الاحتجاز ومن لم يمت بالإهمال الطب مات بأحكام الإعدام إذن النظام المصري أصبح الآن نظام دموي نظام لا يحترم دستور ولا يحترم قوانين لابد من الجهات المانحة والجهات الرعية لابد المليارات التي وهبت للنظام المصري سواء من بعض الدول العربية هي التي ساهمت سواء بالصرف على القضاء والصرف على الشرطة ودفع تكاليف استيراد أسلحة من دول أوروبا الدول المانية وفرنسا التي دعمت النظام بالأسلحة هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنفيذ هذه الأحكام لأن النظام بدعم الغرب وبأموال بعض الدول العربية يقتل أبنائه لذلك فنحن نطالب المجتمع الدولي بأن يقف المجتمع الدولي الرسمي لأن المجتمع الدولي الغير رسمي الممثل في المنظمات الحلقية الآن الجميع يسخ تماما في أن هذا النظام لا يحترم دستور وأن الاعتداء على الحق في الحياة ليس له مبرر من سند من واقع أو قانون لذلك نحن نطالب المجتمع الدولي أن يضغط على هذا النظام من أجل وقف هذه الأحكام الأحكام التي لم تتغافر لها محاكمات عادلة أرجو أن تبقى معي أستاذ خلافيون أرجو أن تبقى معي أعوضي لضيفي في السيد نزار قنديل أستاذ نزار قنديل هذه الحملة وهذه المطالبات وهؤلاء الذين ينتظرون لحكم الإعدام هناك حملات أخرى هناك الصحفي هشام جعفر وغيره من الصحفيين الموجودون في السجون المصرية هشام جعفر 21 شهر حبس احتياطي وظروف التي وصفتها زوجته وتحدث عنها أيضا حتى الناشط الدكتور مصفى النجار في المصر اليوم وقال قبل أن يفقد هشام جعفر بصره لماذا لا يفرج عن هشام جعفر وقد أمضى سنتين من الحبس الاحتياطي لأن هذا النظام لديه مشكلة حقيقية مع الكلمة ومع الصورة ومع الرأي ولعلك تذكر أن كثير من الصحفيين كانوا ضمن ما يسمى قضية غرفة عمليات ربعة قضوا سنوات في المعتقل في السجن ثم برأتهم المحكمة وبعضهم على سبيل المثال الزميل هاني صلاح الدين مدير التحرير اليوم السابع السابق خرج بأمراض كثيرة جدا نسأل الله أن يشفيه منها ونسأل أن يثبته وأن يجره كان سؤالي كان الهدف منه أن نتحدث عن أحكام الأعدام ونتحدث عن عندما توجه كلام أو سؤال إلى أحد المسؤولين في مصر أو أحد الأمنيين يرد يقول أن هؤلاء يحكمون بتهمة جنيه هذه حرية التعبير أو هذه الصحافة أو هذه المحبسون في قضايا رأي هذا السؤال سنعود إلى هذه النقاط لكن دعني أذهب إلى ضيفي عبر سكيب من لندن السيد محمد جميل مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السيد محمد جميل أرحب بك وكيف ترى الحملات التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الأعدام من عدة منظمات حقوقية وهل سيستجيب النظام المصري لها؟ أتمنى أن تنعكس هذه الحملات على إرادة صانع القرار في العالم هذه المنظمات الحقوقية تقوم بواجباتها بنشر ورفع صوت هؤلاء الضحايا في سجون النظام المصري الذين حكموا بالإعدام نتيجة اعترافات تحت التعديم ونتيجة أدلة قدمتها المباحث هذه هي الأدلة الوحيدة التي قدمت ضد هؤلاء المعتقلين هذا النظام المصري يحتاج إلى جهود أكبر من عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية يحتاج إلى دول يحتاج إلى تحرك أممي فعال يحتاج إلى وقفة كبيرة من مجلس حقوق الإنسان لوقف تنفيذ أحكام الإعدام لدينا 13 حكم إعدام قابلة للتنفيذ في أي لحظة نذكر أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام بتمن أبرياء هؤلاء التمن أبرياء اعتقلوا قبل حدوث الواقع مثلا في قضية عرب شركس ستة من هؤلاء ستة من الذين أعدموا اعتقلوا قبل حدوث قضية القتل وأخفوا قصريا وانتزعت اعترافات منهم تحت التعذيب وطلب من المجتمع الدولي أن يتدخل لكن للأسف الشديد لم يتدخل أحد ونفذ النظام المصري أحكام الإعدام نحن نخشى أن يواجه الثلاثة عشر ذات المصير فيتوجب على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بدوره في إزاء هذه وهذا السؤال أستاذ محمد جميل أنت طرحت نقطة البعضية تحدث يقول كيف يمكن تحريك المنظمات الرسمية الدولية منظمة الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أو من الذي بيده أن يدفع هؤلاء للتحرك والله في مقررين خاصين هؤلاء المقررين الخاصين لم يعينوا عبثا الأمين العام للأمم المتحدة ليس بعيدا عن ما يجري من أحداث الأمين العام للأمم المتحدة يمكن يعلم عن ما يحدث في مصر أكثر مني ومنك لكن المواءمات السياسية والمصالح والصد الذي يواجهه الأمين العام للأمم المتحدة من الدول التي ترتوط بمنافع مادية مع هذا النظام تجعله مشلول للحركة تجعله فقط أعبر عن قلقي أعبر عن أسفي وهكذا تحولت الأمم المتحدة إلى كيان بدون فائدة فاقد للمصداقية فاقد لأي عمل جدي على الأرض يشعرك بأن هذه الأنظمة لا يمكن أن تبقى هكذا منفلتة فالصمت وعدم القدرة على التحرك شجع هذه الأنظمة المنفلتة أكثر يعني المنظومة التي نعيش فيها اليوم في العالم والحسابات السياسية والمصالح المادية يعني مع وجود أنظمة منفلتة مع وجود هذا النظام الضعيف شجع هذه الأنظمة أكثر جعلها تتنمر أكثر على منظومة حقوق الإنسان جعلها تستخف بالحق في الحيال هذا الحق المقدس الذي لا يجوز العبث به بأي ضرف من الظروف في حالة الحرب في حالة الطوارئ فمصر أحد أمثلة الدول التي يقتل فيها الإنسان أو يحكم عليه بالإعدام بدون أي حساب أرجو أن تبقى معي أداء إلى السيد خلف بيومي السيد خلف بيومي استمعت إلى الأستاذ محمد جميل ويوضح أمرا مهما وهو أن هناك صمت دولي يعني وصفه وقال أن المصالح ربما هي التي تفرض هذا الصمت وتترك اليد الطولة للنظام المصري في تنفيذ هذه الأحكام وبالتالي من هم البواكي لهؤلاء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام من يستطيع أن يجبر النظام المصري على أن يوقف تنفيذ يعني مبدئيا ثلاثة عشر مواطنا مصريا نقول متهمين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام أستاذ خلف هو سيدي يعني الذي يملك بقاء هذا النظام المصري هو الذي يملك أن يرغمه عن وقف تنفيذ هذه الأحكام الكل يعلم أن هذا النظام جاء على متن الدبابة ويعني لم يأتي عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة وإنما جاء وفق إجراءات استثنائية غير طبيعية الكل يعني انتقد هذه الإجراءات في وقتها وما زال حتى الآن هذا النظام لم يكتسب شرعيته إلا بمساندة من دول تؤيد وجوده هذه الدول مطالبة الآن سواء كان مجلس الآن بكافة أعضاؤه سواء كانت الدول التي تمنح هذا النظام شرعية منقوصة أو شرعية غير مقبولة هي الدول المطالبة الآن بأن تضغط على النظام هي الدول الذي ولد عندها الإعلان الإعلامي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية الدول التي تنادي التي انتفضت من أجل جيري روجيني في يوم من الأيام سواء كان البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي مطالبة البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي وهذه الدول مطالبة الآن بالضغط على النظام المصري المنظمات الغير رسمية قامت بدور كما قال ضيفك الأستاذ محمد جميل وقال عرضت كافة الإجراءات والعوارة الذي كان في هذه القضايا أصدرت صيحات وتوصيات وتقارير تعبر بها على أن هذه لم تكن محاكمات أن هناك قضاء في مصر لم يعد مستقلة أن هناك سلطة قوات جيش الآن تعبس بأرواح الناس أن هذا النظام يعتدع الحق في الحياة ليلة نهار الآن الدور الإنساني والدور السياسي والدور القانوني والدور الأخلاقي والدور الدولي كل هذه الأمور في يد الدول التي تمنح لهذا النظام الشرعية غير مقبولة يعني أمريكا مطالبة بأن تنتصر لمبادئ حقوق الإنسان فرنسا مطالبة بأن تنتصر لمبادئ حقوق الإنسان ألمانيا كل دول التحدي الأوروبي التي انتفضت معك جيلي روجيني هذا جيلي روجيني أرجو أن تبقى معي أستاذ خلف نعم أنقل تساؤلك هذا أستاذ خلف بيومي إلى ضيف الأستوديو الأستاذ نزار قنديل أستاذ نزار قنديل استمعت إلى ضيفي وهم يتحدثان عن أنه يد النظام في العالم مغلولة تجاه عبد الفتاح السيسي ربما الأمم المتحدة كما قال أستاذ محمد جميل لأنها الدول التي بيدها الأمر لديها علاقات مع فتاح السيسي سواء ألمانيا علاقات تجارية فرنسا علاقات عسكرية تجارية وأمريكا هناك النظام يعني التماهم بين الإدارتين وبالتالي يعني هل حكم على هؤلاء بأن يموتوا بدون أن تتاح لهم فرصة للدفاع عن أنفسهم؟ ليس من الشرف أبدا أن تبدو أي بادرة يأس إذا كنا بصدد إنقاذ نفس بشرية واحدة دعني أذكرك أن هناك الكثير من الكيانات السياسية الرافضة للإنقلاب والمعارضة تغفل تماما عن هذا الملف ودائما أنت تسمع مصطلح الاستفاف الوحدة الثورية ووحدة الصف الثوري وكذا 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 لكن لم تر للأمانة وأرجو أن يعذرني هؤلاء مع احترامي الكامل لهم ومع تقديري لنضالهم وكذا وكذا لكن أرجو أن يعذرني هؤلاء فأنهم لم يولوا هذه القضية حقها هذه نفس بشرية هذه كما نهتم كثيرا ونعد العدة الاجتماعات متتالية ومتواصلة حتى نذيب الخلافات والاختلافات بين فصيلين سياسيين هذه أرضية مهمة يمكن أن يكتمع عليها كل البشر في العالم الحق في الحياة ملف الحقوق ملف الحقوق نعم ملف الحقوق الإنسان قل لي بالله عليك كم مرة سمعت أن كيانا ثوريا معارضا مصريا عقد حتى مؤتمرا صحفيا خاصا ليعلن فيه ويعلم العالم كله أن هناك بشر في مصر معرضون الآن لتنفيذ حكم الإعدام وانتزاع أرواحهم إن لم يتدخل المجتمع الدولي لا شيء لا شيء أنت تسمع دائما البيانات هذه البيانات حتى من المؤسف أنها تتوجه بالخطاب بلغة عربية إلى الناس في مصر وماذا بعد؟ يعني أنت تثير تعاطفهم أكيد هم تعاطفون بالأساس أنت تثير الشفقة عليهم أكيد نحن نشفق عليهم لكن ينبغي أن يكون هناك فعل جاد أنا أطالب أيضا الكينات السياسية الموجودة في مصر والرموز السياسية الموجودة في مصر دعني أذكر بالأسماء ولا حرج يعني هنا دعني أذكر أسماء نعتز بيها ونحترمها أسماء كخالد علي وكغيره عليهم أن يقدموا لهذه القضية ما تستحق من اهتمام هذه قضية أرواح بشرية إذا راحت إذا ذهبت لن تعود طيب أستاذ نزر دعني أذب إلى الأستاذ محمد جميل مدير المنظمة العربية للحقوق الإنسان في بريطانيا أستاذ محمد جميل استمعت إلى الأستاذ نزر وأتحدث عن أن هناك أمل دائما وإذا كان الأمر يتعلق بحياة إنسان وسؤالي لك هو أنه إذا كانت هناك خطة من أجل إنقاذ هؤلاء خطة دولية ما الذي تنصح به من أجل الوصول إلى صانع القرار في الدول الكبرى؟ يعني أنا أضم صوتي لصوت الأستاذ الفاضل حالة التفتت الموجودة في المعارضة المصرية يعني لا تسر أحد هذا ما أستطيع بمقدوري أن أقوله هناك ملف حقوقي كما قال الأستاذ أيضا يستطيع الالتفاف حوله بقوة وأهم موضوع حقوقي هو الحق في الحياة هؤلاء يستطيعوا أن يصلوا إلى واشنطن يستطيعوا أن يصلوا إلى الأمم المتحدة بدلا أن توصرف الأموال على الصحف وعلى التلفاز وعلى المؤتمرات أن يجمعوا أنفسهم بشكل ضاغط يعني التعلمون أهمية اللوبيات والعلاقات العامة في مثل هذه القضايا عليهم أن يصلوا إلى الكونغرس الأمريكي عليهم أن يصلوا إلى الاتحاد الأوروبي إلى صانع القرار لقد عمل الكثير على المستوى الشعبي على المستوى المنظمات الأهلية نحن نقوم بدورنا المتواضع بمراسلة الاتحاد الأوروبي بشكل دائم بمراسلة الأمين العام للأم المتحدة لشرح هذا الموضوع لكن الموضوع يحتاج إلى تكثيف جهود أكبر نريد أن نرى خلية عمل قوية في واشنطن تتحرك لتحقيق هدف سامي إنقاذ بشكل مرحلي ننقذ حياة 13 إنسان معرضين للإعدام في أي لحظة يجب أن تحرك بشكل سريع في هذا الاتجاه لعل وعسى يتحقق الهدف المنشوء أرجو أن تبقى معي أستاذ محمد جميل شهدنا الكرام نتحول للزميل عمر فياض لنتعرف على أراء متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع إليك عمر نعم شكرا مصطفى إذن سألنا الجمهور عن رأيه في تزايد معدل أحكام الإعدام في مصر ونبدأ بهذه التعليقات على الفيسبوك وهذا الرأي لأنيس يقول السيسي يريد القضاء على أي إنسان شريف ومؤمن في مصر العظيمة وتعليق بالرأي ليوسف أيضا يقول السيسي وعصابته مستعدين لقتل نصف الشعب من أجل البقاء في السلطة والحفاظ على رقابهم كما يقول يوسف أما أبو محمد فيرى أن السيسي قد نصب للحكم من أجل إعدام المصريين وقتل الشعب بالسجون وتجويع كل والتجويع وكل أشكال جرائم أو الجرائم ضد الشعب المغلوب على أمره كما وصفه في تعليقه أما إيهاب فيقول المشكلة في الإعدامات الجمعية والتصفية والقتل خارج نطاق القانون ده شيء طبيعي لإنقلاب عسكري فاشي ونازي كما وصفه إيهاب وسمير يقول عقيدة الصدمة وفي المثل اضرب المربوط يخاف السيب ولكن أوشك الشعب أن يحل وثاق الخوف بلا رجعة نذهب إلى تعليق لطارق يقول فيه البحث بكل السبل عن الحرب الأهلية أو نشر الرعب والخوف لتلجيم الشعب عن المطالبة بحقوقه المنهوبة كما يرى طارق أما هذه أما وجهة النظر اللي ليث يقول فيها هي ورقة الضغطة الأخيرة اللي في إيد النظام هي القتل للمعتقلين والمختفين قصريا يرى أنها إحدى المراحل التي قد يلجأ إليها النظام في مصر هذا المشارك يقول أخشى من أن يصدر أو يصدر النظام أحكام الإعدام والأمر بدفع تكاليف الإعدام على المعدم لأنه يقول ما عنديش ومش قادر أديك هنا أيضا سخرية ربما أو نوع من السخرية في لبؤس الحال كما يصفه هذا المشارك أما تعليق لأنيس إذن أول تعليقات الفيسبوك الآن أنتقل إلى التغريدات على موقع تويتر وما عليه هذه المشاركة تقول مصر في ظل الجور والظلم لا تعدم إلا الأحرار كما تصف في هذه التغريدة وتغريدة لأبو كريم يقول رئيس آله يعني لو شوية يموتوا علشان الباقي يعيش صاحب حكم يا رئيس هذه مقولة يحاول أن يرد بها ربما على هذا السؤال وهي منسوبة إلى محمد مرسي وكان لها موقع آخر في خطاب له جميلة الجهني تقول أو ما قدرش يحل مشاكلهم فبدأ بقتلهم قتلهم أسهل من توفير رغيف الخبز نذهب إلى هذه التغريدة لمحمد يقول التقتيل بدون حق لتفجير الأوضاع كي يسهل تمرير صفقات القرن أو صفقة القرن فرق أو فرق لتمرير الهدف كما يقول صاحب هذه التغريدة وتغريدة لهذا الحساب يقول فيها هي سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها النظام الانقلابي الدموي في مصر ولكن الانفجار قادم لا محالة ونسأل الله أن يحفظ مصر لتتجاوز هذه المحنة وإذا هذه أول التغريدات بالنسبة لتويتر أكتفي بهذا لربما يناقش بعضها مع ضيوفه إليك مصطفى شكرا أمر